ألف مبروك للنادي الأهلي خلينا نروح لمباراة مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال بكرة مباراة صعبة جدا الكل ينتظر ماذا أو كيف سألعب كارلوس كيروش من وجهة نظركم كارلوس كيروش طبعا يعني الفترة اللي فات وبيعيش أحلى أيامه الراجل بعد من الهجوم الكاسح عليه دلوقتي فيه إشادات الجمهور وصق فيه أعتقد أن التشكيل بالنسبة كبيرة مش هيبقى فيه لا المشكلة طالما اللعيبة سليمة إحنا بس محتاجين الطب من عمر السلية لو سليمة في المية هيبقى موجود هو حمدي فتحي والنني التلاتة اللي عاملين أداء مميز جدا في نص الملعب طبعا الشناوي أحمد فتوح الوينش منعم خلاص أصبح أصبح عارضنا بشكل كامل المجموعة إمام عشور هو ده خلاص هو بديل عمر كمال عبدالواحد فمش يبقى فيه تغييرات كبيرة قوي في تشكيل مين العادة عمر؟ بديله إمام عشور هو نزل المباراة اللي فاتت بتاعت المغرب هل ممكن يلعب إمام من الأول المباراة وعلى ساديو ماني؟ أعتقد بما أنه نزله في هذا التوقيت في مباراة الكاميرون فواضح أنه هو في دماغه أنه يلعب إمام عشور باكي مين فضل أقول نقطة مهمة جدا لحدك بتتكلم فيها اللي هي الجابهة بتاعت ساديو ماني؟ لو نجيب بس كليب واحد أول حالة معنا اللي هي الجابهة اليسرى بتاعت السنغال اللي فيها ساليوسيس وفيها ساديو ماني؟ اللي اتنين جمدين أولا ممكن اللي اتنين طبعا يعني خطيرين جدا هذه أول لعبة معنا بص صاحبك دايما نوقف بس طب ساليوسيس اللي هو البيكليفت اللي هو رقم اتنين ساديو ماني دايما بيروح فيهم بيخش للعمق فانتا النهاردة آه إمام عشور ممكن يبدأ مين اللي هيساند إمام عشور؟ هنا دور محمد النني مهم جدا أهم لعيب بكرة في الماتش بالنسبة لي محمد النني ليه؟ لأن ساديو ماني أخطر لعب بص الكرة دي بيتحرك جوه أخطر لعب بيتحرك بين الخطوط على مستوى العالم على مستوى العالم يعني بيتحرك ومهاري بص هنا بيطع له المهاجم بيطع له وبيقوم ايه؟ بيسدد وجابها جوهن فانتا النهاردة برضو نكمل بقية الكليبات نجيب الكليب التاني نفس الفكرة مين اللي داخل لجوه ده؟ ساديو ساديو ماني هو لجوه للعمق فانا النهاردة لازم النني هو الارتكاز التالت قدي ساديو ماني بياخد الكرة ساديو سيس الباكليفت قاطع سيبه لإمام عشور مش مهم لكن هنا النني لازم دوره مهم أننا لازم تتم الركابة على ساديو ماني لأن حمدي فاتحه أصلا قفل للعمق وقفل للقرات العرضية فانهاردة النني دوره مهم جدا بكرة لازم يكون إن شاء الله في حالته بإذن الله عشان يقفل لك خطورة ساديو ماني والحاجة تانية مهمة جدا لكابتن إسلام محمد صلاح أنا لما رميه ورسالي وسيس قدام مش هخليه تقدم أصلا هو بالنهاردة هو بيتقدم عشان الفرس عشان ملعبش عن ذا يا محمد صلاح بما أننا بنتكلم عن محمد صلاح عايزين المقارنة أخيرا يعني مقارنة ما بين محمد صلاح وما بين مقارنة مهمة جدا ما بين محمد صلاح على مستوى البطولة وساديو ماني لو نستعرضها هنلاقي أن الأرقام ساديو ماني أرقامه برضو عالية محمد صلاح متفوق في حاجات وساديو ماني متفوق في حاجات متقربة إلى حد ما متقربة ساديو ماني جايب طبعا الاثنين لعبوا 6 متشاط بس صلاح لعب 632 دي أكتر ساديو ماني لعب 520 نجي لمعدل إحراز الأهداف ساديو ماني جايب 3 صلاح جايب جنين الأسست ساديو ماني جايب عامل اثنين أسست صلاح جون يبقى صلاح مساهم في كم جون 3 وساديو ماني 7 في 5 تعالى بقى معدل المحاولات على المرمة محمد صلاح بيروح على الجون مرتين ونص أكتر من ساديو ماني بيروح مرتين دقة التمريرات 75% هنا صلاح 67 و3 من 10 معدل صناعته للفرص صلاح بيصنع للفرص أكتر بيصنع لك 2 و7 يعني قريب من 3 فرص ساديو ماني 2 و3 يعني 2 ونص فرصة معدل المراوغات النجحة ساديو ماني أكتر 3 و2 من 10 العيف فردي شوية لكن محمد صلاح واحد و3 بس برضو في نقطة مهمة جدا في المقارنة دي أن مصر لعبة كودفوار لعبة المغرب لعبة الكاميرون عكس السنغال اللي لعبة منتخبات أسهل بكتير ده لأنا كنت حاولك على هذه المقارنة آه طبعا مقارنة وحلوة ورقمية وزي الفل وجميلة وكل حاجة ولكن في النهاية هذه المقارنة وجهت نظر أنت بتلعب كودفوار ومغرب وكاميرون وهو النحاء الثانية بيلاعب غينية الاستوعية وبركينة فاسو بالزبط كده هناك فارق كبير فيه حتى المستوى الفني ولكن من وجهة نظرك بسرعة جدا ممكن مصر بكرة إن شاء الله تكسب إن شاء الله إن شاء الله أهم حاجة العامل البدني لو هو في أفضل حاجة لو هو الاستشفاء بشكل سليم الأمور البدنية يعني أكيد فيه حاجات نقدر نعملها يعني اللعبة بتاعتنا تبقى مستعدة في شكل قوي ليه لأن السنغال كراحة هم لعبوا منتخبات أقل من اللعبات في مصر وكمان ما وصلوش لفكرة الإكسترا تايم منتخب مصر 3 ماتشات إكسترا تايم ده كتير كتير جدا فلا وكمان السنغال أصلا بادية البطولة يعني بشكل سيء هم تدرجوا شوية وده المنافسين ساعدوها لكن إن شاء الله منتخب مصر يستفيد من الرقم السلبي بتاع السنغال بتأهيله مرتين للفاينال خسروا للاثنين الفاينال نتمنى أن ده يكون التالتة نتمنى أن ده يكون التالتة والتامنى المصر نكسف يعني بإذن الله إن شاء الله أنا أشكركم شكرا جزيلا وألف ألف مبروك إن شاء الله نلتقي مع بعض في الأيام القادمة علشان نحلل بقى بالمراس ونشوف هنعمل إيه إن شاء الله نحن 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 نح